أزل أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من السلسلة الرمضانية أموال نسكت المعجم الديني من ضمن سلسلة إزوران نتماسيغت في أولا طبعا يسنمر في الله ونظم أي مبروك عليكم رمضان في الحلقة هذه ربما سوف أخصصها للرسول الرسالة النبوة النبي إلى غير ذلك الحلقة اللي فاتت انقلت ترجمة حرفية لصورة الفاتحة ولعل من باب التنوع نجيب تفسير لأول ثلاث آيات لصورة نوح عليه السلام تقول الآيات سيزول نياكوش أمالي أمناها إذنو الزنوح إتوسيت النس السنكد توسيت نك أرتاتو ساسند تامارا تامارايد إنا ياسن أتوسيت نو نك تسنكاد تسنفار مدة إياكوش تكسودنت الضفرم دي سورة دي طبعا المرة هذه تفسير وليس ترجمة حرفية زي ما درنا المرة فاتت في صورة الفاتحة طحينا تفسير الكلام اللي قيل في الآيات الأولى من صورة نوح عليه السلام تسنفار طبعا هنا نجد في أول الآية نزن من الفعل أزن والذي نجد له مرادف زي مثلا إنكي إيمينكي المبعوث أصفض إلى آخرين وإن كان الفعل أزن هو الأكثر شيوعا حقيقة في استعمال بمعنى أرسل وهذا الفعل وضح المعالم يعني موجود استعمالها بكثرة نقول أمازان عن الرسول من الفعل أزن أي إبعاث وطبعا نجده في عدة تنوعات تمازيغية نحن لدينا مثلا في نفوسها في نواحي الألود غدام سيوة مضاب ورقلة في الأطلس المتوسط الأطلس الكبير تجلحي التمازيغ تريفيد بل نجده حتى مثلا في الزناقة في بريتانيا أو في الجزائر كذلك نجده في عدة تنوعات من ضمنها مضاب ورقلة وإلى آخرين هنا يجد يجب يعني يجذر به القول أن النون في آزن أصبحت لام عند مضاب ورقلة بمين أذكرت مضاب ورقلة بحيث أصبح الرسول أنمازيول والرسل إنموزيل ولكن الرسول كما فيه الكتب القديمة والشعر والتفسير الأمازيغية القديمة نجد دائما هو أمازان مش دائما ولكن لما يقولوا رسول أه مش نبي أما عن الرسالة فهي مشتقة من غير هذا الجذب فالرسالة مثلا زي ما تعرفوا الرسالة تبرت يقولوا فيها حتى في العاميات أمتاع الجزائر والمغرب وإلى آخرين وظننا حتى تنس بريا تبرت بها الرسالة وهي الأكثر شيوعا في استعمال بمعنى الرسالة ولكن هنا يمكن نضيفوا كلمة تيروت من تيرا اللي هو فعلي الكتاب هنا نلقوا طبعا الارتباط المقدس بالكتابة الأخيرة وهذا موضوع سوسيو تاريخي يحتاج بحث كامل عنه بس هذا مش موضوع وهذا هو مش المجال بتاع وبعدين هنتكلموا عليها أكثر لما نتكلموا عن القرآن الصورة المصحف التجويد الحفظ الكتاب وإلى آخره إذن وكذلك نجد من دم تكلمت على شنسماه النبوة نجد مصطلح آخر يوبر به غالبا عن النبوة وأحيانا عن الرسالة وربما يكون جدره قضى هذا الاسم قديم شوية أنا نفسي وقفت على عدة مخطوطات وعدة أشياء مكتوب فيه هذا المصطلح لكن من الصعب أنك تقول من نينجا وبعضهم يعتبروا فيه مرادف لأمازان وبعضهم يعتبروا فيه النبي على عكس الرسول أو غير الرسول لا ضعف الفرق بين الرسول والنبي نجد هذا عند الإباضية كثيرا مثلا في مفردات قديمة نفسية قديمة هذا لطبعتها موسيقى التقافية اللي هو منقول عن كتاب الفقه اللي بغانم وهو أقدم ترجمة فقهية طبعا في الأمازيغية لليوم نقلها أبو زكريا يحي صالح ليفرني من مدينتي في مسرد معجم داره للطلب باشي يعرفهم الكلمات العربية فقال عن النبي أويسار طبعا هذاك نطق زمان نطق نتوه وحتى عند ابن تونرت المخطوط المعروف هذا اللي فيه سرد المصطلحات يقول أيسر وأسر وإسار بالجماعة و أهنيه ربما ما يكونش فيه جذر واضح في الموضوع هذا لكن من الفعل من أي سر نجد مثلا الفعل يسر يسر فربما يكون من هذا الجذر ولكن يعني فيه احتمال آخر أنها من اكسر بمعنى نزل أو هبط ونعرفنا النحو النحي عفوا الوحي هو عملية هبوط غالبا كما يفسرها الكتب الدينية والقرآن نفسه وإلى آخره أنزلنا القرآن وإلى آخره إذن للقبائل اليوم مثلا يقولوا للأسفل اكسر من نفس الجذر وبما أن عملية نزول وإنزال فربما يكون من هذا وهذا احتمال يعني ضعيف شوية بالنسبة لياني على أقل لكن حبيت نعطيكم كل احتمالات باش تقرروا من أنفسكم منين يكون هذا الجذر الاحتمال التالت مبني على أفعال متشابهة عند مضاب لقبائل وتشلحيد مثلا في تقباليل السرير المرسل وفي طمزا اللي يسعب بين السرير هو اللي يسعب بين الزوجين بالخير الرسالة مثلا الأمي سار بالنسبة لي تشلحيد وهذه مصرحات ترى مستعملها الباب الاحتمال الرابع أيضا هو أنها مقلوب الجذر آرس هي والإنزال والهبوط أيضا منها أي شيء وكذلك أي شيء يحدث في سرية كالاجتماع مثلا بسرية نقوله مثلا وثامرست عندنا مثلا في جبل نفوسها بير تارسين بير تارسين هي مكررة لكلمة بئر فتارسين هو البئر العميق فبير تارسين هو البئر البئر العميق طبعا عندنا تارسين أو أنا عائلة معروفة في طلابس كبيرة وسبب القلب وسبب القلب غالبا حتى ليقصط بين هذا الفعل وأفعال من نفس أو أسماء من نفس الفعل تعني الرذيلة وهي النزول دون المستوى وكذلك العيب إيريسن العيب إيريسن وكذلك يكن بها حشاكم الأعضاء التنسلية مثلا الفحش كذلك نقوله مثلا مش نقوله في ليبيا سرسري عليه الإنسان يعني اللي مش شاد روحها اللي مش محترم نفسه إلى آخر هي في الأمازيغية الخائن يسرسع خانع ومنها الفاسق والفاجر أمسر وربما هذه حتى هي مرتبطة بالخلط بين الأشياء والآخر عليتي حال هذا مش موضوعنا وسبحوني نبتعدته لبعا الموضوع بتاعنا غير حبيتنا نوضح مجموعة أشياء متعلقة بهذا وذي ما قلنا أيسر رهو من المصرحات المستعملة كثيرا لكن ربما لقدمها التونوسيا الجذر متاعها وارتباطها وذي ما قلنا في مجموعة ارتباطاتها وعطتكم مجموعة منها ولكن أنا شخصيا أميل لأن بمعنى أيسر بمعنى زي ما قلنا الزهد والابتعاد عندهم يسر افتمدوت بمعنى ابتعد عنها تقشف رغب عن الدنيا زاهد عنها يعني غالبا من أجل الرحانيات وكذا بخلاف الماديات طبعا هناك مصطلحات أخرى أقل أهمية وأقل شيوعا لكن يعني نقولوها على النبي والرسول يقولوا فيها فمثلا في سوسي يقولوا أقول سوسي دون غيرها لأنها ليست موجودة في هذه المنطقة وهو مصطلح أرقاص بالسين وعندهم كتاب سيار معروف سيار نبوي معروف بعنوان أغراس نرقاص نربين وربما يكون جده من رغس أي استقيم بالنسبة لأرقاص بالسين وطبعا عند التوارق مصطلح آخر مرادف للرسول وهو واحد دون مش مستعمل هلبة أم الشق بمعنى ليه جاي من غودة ليه التواصل الاتصال البلوغ إلى آخره يعني في مصطلحات هلبة مش هلبة لكن أربع مصطلحات حتى الآن ذكرناهم اتنين منهم مستعملات بكثرة اللي هما آيسر وأمازان وأمازان هو على الإطلاق أكثر استعمالا وطبعا الوحي اللي هي تملي من الفعل أمل وتشترك هي على فكر عادة نفسها معا نفس فعل الإلهام وخلاف العربية الوحي لا يجمع في الأمازيغية يجمع تملي المهم حبيثيك باختصار نجيب المصطلحات هذه كلها المتعلقة باسم الله الحسنى ولمصطلحات الدينية اللي يجب لنتنبيه أنها استبدلت غالبها في العربية والجيل الجديد ما يعرفوش أغلب هذه المصطلحات وربما سمعوها من أجداد وسمعوها من حد كبير في السن فلم يعود يستعملوها هما ولهذا حبيت أني نذكر بهم في هذا الشهر الفضل تنميرت والحلقة الجاية ستكون أوسع وأكثر شمورة تنميرت